وفي حاجة انت بلا هتقول هالي انت اللجلك في الملعب يعني بس انا قلتها في الاول وانت اؤكدها يعني اوين فيها انه ادام مفيش جماهير مفيش حاجة اسمها ده ملعبي وملعبا اه لأ بص يعني هقولك انا اعديك افضلية لو انت معك جماهير اعايز اقولك حاجة الفرص متساوية جدا على الاربع فرق انت النهاردة مفيش جمهور وانا شايف طبعا انا شايف حيطة مفيش جمهور في المغرب فالت الاهل والزمل صح يعني اعايز اقولك على حاجة يعني انا روحت المغرب ولعبت قبل كده هناك لا جمهور الوداد والرجاء حاجة والعكس ما هو برضو الزمالك والاهل يعانوا الفترات اللي فاتت قدام الفرق الافريقية والفرق العربية عشان مفيش جماهير بالزبط الوداد ورجاء يستفيدوا جمهة في مصر من غياب الجمهور بالزبط لكن زي ما قلتلك الزمالك والاهل استفادوا لما فيش جمهور طبعا فشادت ضغوط على اللعبها كتير جدا صحح لكن المباراة بتاعة الزمالك والرجاء هنا لانه شايف المباراة مستهلة ومش عايز يعني porta كليم ما بحبش الفرحه المفرطة واعني انا شايف النهاردة اللي في نغمة اللي خالص وليعلي وزمالك وش من النهاية؟ بالزبط خلاص ومن اللي هيكسب لا ناس في الكتاب نعرضه من اللي هيكسب في النهاية والزمالك؟ بالزبط والمباراة هتلاعب فين والكصص دي فأنا شايف للمباراةين اللي هنا هايقوم صعبين خاصة زي ما قلتلك مباراة زمالك وراجاء لكن زي ما قلتلك انا بحايفرت نات زمالك صحيح وبرضو يعني ندي ناس كلها حقه الناس الادارة برضو اللي جابت اللعبة دي يعني برضو لازم نقول برضو اللي نقول لنا اللعيبة هي الإدارة هي اللي اخترت اللعيبة دي هي اللي جابت اللعيبة دي الدور تتعمل تجيب لعيبة دولية عندها شخصية لعيبة كلها في متخب مصر ممكن طرق حامد الوينش محمود علاء يعني نات زمالك النهاردة لو تبص على الحداشر حتلاقيها أقل حاجة سبع دوليين صحيح فدي بتفرق برضو مع فرقة نات الزمالك يا كريم في حتة الضغوطات يعني النهاردة لما تلعب حاجة زي قابل نهائي طبعا واللي انت برضو بتلعب قابل نهائي صحيح فحتة الضغوط دي بتبقى لعيبك كبير فما بالك بلعيب صغير زي قابل استان جابت كمان انبال حامل مبار البيئة صحيح لكن زي ما قلتلك اما بتلعبك يا كريم وبقى جنبك لعيب خبرة عندك ثقة فيه ده بيريحك شوية وبيشيل الدغوط طبعا من عليك عام